اشتركوا في القناة خطة تطوير الجوامع والمساجد رعاية واهتمام تحظى بها المساجد ودور العبادة في مملكة البحرين من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وحرص الحكومة المستمر بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على بنائها وإعادة تأهيرها بشكل مستدام وفي خطة تعكس حرص الحكومة على تحقيق الخير والنماء للوطني وتطلعات أبنائه الكرام لا سيما في هذه الأيام المباركة جاء أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين يأتي ذلك استكمالا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة في كافة محافظات مملكة البحرين في العام 2022 لافتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجدا للأوقاف السنية والجعفرية إن فضل بناء المساجد ودور العبادة والأجر العظيم الذي يلقاها من يسعى في إعمارها وتهيئتها لأداء العبادات لهو كبير وخما يتماشى مع ما تسعى إليه مملكة البحرين في التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة خاصة في شهر رمضان المبارك في إطار خطة تعكس حرص الحكومة على تحقيق الخير والنماء للوطني وتضلعات أبنائه الكرام لسيما في هذه الأيام المباركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر